اشتركوا في القناة 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 طيب شو هو؟ هو عبارة عن تمزق اربطة تمزق اربطة سواء الرباط الانسي او الرباط الوحشي او الرباط اللي هو اعلى مفصل القدم طيب ببساطة كيف يشخص؟ طبعا بيجي للطبيب الطبيب ممكن يشخصه سريريا مئة في المئة من غير ما انه يطلب اشعة وبعض الاحيان لو حامت الشوكوك انه هناك كسر معا بيطلب عليه اشعة بيقطع الشك باليقين طيب الحل بعد ذلك الحل الاساسي والرئيسي والضروري اللي هو عمل جبيرة لا ينفع انه والله تخليها من غير جبيرة او تعمل رباط ضاغط او ما شابه ذلك وتاخد مسكنات وما شابها لا هذا الكلام كله غير صحيح لازم توضع القدم او المفصل تاعد القدم في جبيرة لمدة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع بعدها بنفك الجبس والانسان يشبه ينطلق الى الحياة قد يحتاج الى علاج طبيعي او قد لا يحتاج الى علاج طبيعي وتمشي اموره تمام وعال لنفترض انه والله استمر الالم معه اكثر من ذلك ضروري بعد ذلك نطلب عليه صورة رنين ماغنطيسي بعض الاحيان او في بعض الاحيان بيكون انه هناك عنده قطع كامر في بعض الاربطة اللي تستلزم اجراء عملية ومحاولة ترقيع هذا الرباط او محاولة اصلاح هذا الرباط اشتركوا في القناة